نظمت مدرية الصحة بدميات قافلة طبية في عزبة حماد التباعة لمركز قفر البطيخ ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وتهدف القافلة إلى تقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين حيث تضمنت عيادات متنقلة بكافة التخصصات الطبية ومعملا وصيدلية وجهاز أشعة تم صرف الأدوية بالمجان وسط إجراءات وقائية واحترازية لمواجهة فيروس كورونا خافة العلاجية من خدمات المويزة لوزارة الصحة كونها تتميز بمستين أسيتين حاجة أسيتين هي مجانية تماما والحاجة الثانية هي تستهدف المواطنين في الأماكن البعيدة عن الصفات المركزية واللي ما وصلهاش خدمات الصحية لوزارة الصحة خافة العلاجية بيبدأ الإعداد لها من فترة مناسبة بحيث أن احنا نقدر نحدد المكان اللي هتقام عليه قافلة مكان مناسب بيقدر أن العادات تتمركز فيه مكان مناسب يكون فيه الخدمات المكملة لقافل سواء كانت الصيدلية أو المعمل أو منفذ التذاكر طبعا بنراعي الإجراءات الوقائية والاحترازية في اختيار الأماكن هنا الحمد لله كشف بالمجان وعلاج بالمجان ووجد معمل تحاليل والصيدلية وكشفنا الحمد لله وعملنا جميع التحاليل والإشعاعات اللازمة وصرفنا العلاج بالمجان والحمد لله بالعالمين نشكر سيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ونشكر دكتور محمد الغباشي قافلة طبية في منتهى الروعة والعلاج بالمجان اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر